السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم كبير متابعين قناة لقلقات الطبخ والجمال ومعكم فاطمة مرحبا بكم فيديو جديد على القناة وبما انه عيد الفطر على الابواب كنت عليش ما نشاركش معاكم طريقتي في سابلي لكي يجيني زوين بزاف وما كيتقلش ما كيتغيرش لشكل دياله هاد لابات هي المعتمدة عندي مندو سنين ما كتحش منيش كنديرها في طغط طولة طولة اي طغط كتحتاج لبات سابلي وقد نديروه بكمية قليلة ممكن حتى المبتدئات انهم يجربوه وغاديجيهم زوين بقوا معايا وتبعوا الفيديو ومرحبا بلكم كنحتاج كمقادير لهاد السابلي مية وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة عندي كاس إلا ربع ديال سكر غلاسي كاس إلا ربع ديال زيت النباتية كاس إلا ربع قل واحد شوية يعني ما نديروش كاس إلا ربع نيشا نقص في واحد شوية كاس إلا ربع بيضة واحدة ربع ملعقة خميرة كيموية كيس ديال فانيلا زبدة ممكن اننا نديروها زبدة ليينة ديال البواطا وننديرو زبدة سبيسيال انا درته نغيل مارغارين والدقيق كيبقى على حسب الخالط بسم الله والله هما صلي وسلم على سيدنا محمد كندير الزبدة كنزيد عليها السكر غلاسي كنزيد عليها كيس ديال الفانيلا هنا هي الوقت ديال الخدمة ديال الصابلي هنا فين كنخدموهم زيان زبدة كنحاولو ان ندخله معاها سكر غلاسي حتى كتولي لنا لشكل بوماد ما كيبقوش تكتولات ديال الزبدة نهائيا وهذا هو السر باش كينجح لنا لصابلي ديالنا ما كيدي فورماش ما كيتخسرش لي الشكل دياله الكاس اللي عبرت بيه الوزن دياله ميتين ميلي لتر ما يعادي الكاس العنبس تواحد القبيصة ديال الملح وزيت الزيت هنا كندخله مزيان هذيك الزيت حتى هو مع الزبدة كيما قلت لكم لها كان شي مازج ولا تخلاط كيكون فضل المرحلة هذي باش من بعد مني كان زيدوا الدقيق ما كان دلكوها موالو اريك اندخله معها الدقيق صعفي كنعطيها هنيا الخدمة حتى كتبالي ايا يعني هذيك الخالد كيولي داير بحل ميونز يعني من ساجم وملس ما فيش نهائيا صعفي مني هذيك الزيتا أخوات اللي بغاوا يستعملوا الباطوغ ممكن ولكن كان سبقا ليد افضل كتتحكموا في العجينة ديالكم صعفي فضل المرحلة هذي يلي كنعطيه وكما كان اعطيه ونأكده كنعطيه وعالخاطر مزيان حتى كتنساج ملينا مزيان مزيان احسن من خلال هذا الخالد أصبح نظيف صافي كنعطيه وضيف كمية الدقيقة 500 جرام الدقيق تكون نوعية جيدة للحلويات كنعطيه نضيف الدفعة الأولى للدقيق و نضيف ملعقة الخامير و نضيف الدقيقة بشكل تدريجي و نضيف الدفعة واحدة لنرى ما ينفعله كل دقيق و النوعية و كل ما يشرب و كل ما يشرب لا يمكننا تلكها برؤوس الأصابع فقط لدد الذي يصاب له لا يجب أن يكون يجب أن يكون حدث هنا غير جمعتها و نهت أكد على هذه المسألة جمعت العجين و نضيفة الضعجين لما يقوم بفترع و نذكرench جميعا و نضيف الدفعة في المدتين يمكنك أن تعطينا بخلوق و مكسف و لا ينتجوا لتعطي نتيجة أفضل و إذاً نضيف مالات و نضيف دفع و نضيف الدفعة من بعد من يجبتها من تلاجة خليتها نص ساعة خارج تلاجة بش كترتاح حي تلاج بدناها مباشرة و بدناك نخدمو بيها كتبقى تفرتت لنا حتى هذا ره سير من أسرار بش ينجح لكم لصابلي ديالكم كنين أخاوات المبتدئة اللي كي شوفوه يبقى يتفرتت كيخافو صفيوك يقولونا ما استقش لنا لا خليوها ترتاح واحد نص ساعة من بعد من يتخرجو من تلاجة خليوها نص ساعة حي داو تخدمو صفيو كنديروها بينجوج بلاستيكات و كنبدو نطلقو نحاولو ما نجيبوهم شغلات باش يجينا الصابلي متول كنديروها لقيص ديالو يكون معتادل ما رقيقش بساف وما غليتش بساف انتوما كيما كتشوفو هدا و السمك ديال الصابلي صفيو كان بدان طبع تختارو اي طابع عندكم كي يجيبكم انا فضلت نديرو مغير كلهم دائريا وغادي نخالفو مغير في الزين باش يجينا داك الصحن متنوح صفيو كان صامرا نقطع لها تشكل هادا مني كان قرب انني نديروهم كامل في فدك الصفيحة كان شعل فران على درجة الحرارة منيتين وكنديروهم في الرف الوسطاني بالنسبة الاخوات اللي عندهم درجة الحرارة منيتين من جهتا يديروها غير في مية وثمانين صافيحة وهنا يكملتو كامل لنديرو في الفران من بعد مني كي طيب كي يجيع لها تشكل هادا هنتو ما كينما كتشوفو ما كيتقلص ما كيتعوج متاشي حاجة كي يجي شكل ديالو ازوين هادا الكيميهاتي غادي نضي لها غير خطوط دير الشوكولاتة في الزين وكيميه اخر غادي نضي لها سكر كلاسير رشو لها كامل الفوق زين غادي يكون عادي ان شاء الله في المرة الجاية نضيرو لصابل بخيستيج والكيميه الاخور غادي نضي لها كوجهة بالمربة وندوزو في اللوز كونكاسي كرير منظر ديالو ازوين حتى هو صافي وكان بدل لصق هون بالقليل من المربة كنحطقي شوية الواسط وكان بدل لصق شكيلات عادي وفنفس الوقت كي يجيو ازوينين هادي نستمر نزين هاكالي صابلي ديالو لي ومن بعد نشوفو الشكل النهائي وهذا هو الشكل ديالي صابلي كيميشو معايا ما كيتقلص ما كيتغير لي شكل ديالو ما كيتديفورما ما تاشي حاجة كي يجيو زوين بززاف غير اعتمدو على الضمانة ديالي اسمنا الفيديو دياليو من الاعجاب ديالكم سنتلقوا فيديو جديد باذن الله وعيدكم مبارك سعيد اشتركوا في القناة